السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا النهاردة هعمل لكم سوابع زينب المأدير والطريقة سهلة معانا النهاردة وبكباية دقيق ونص كباية سميد هتعملوا الكمية اللي حضراتكم شايفينها كلها دي لو عايزين تعرفوا المأدير والطريقة اسمعوا الفيديو لحد الاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي انا وبناتي في المطبخ قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على النبي اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد انا النهاردة هعمل لكم سوابع زينب المأدير بيتعيدنا النهاردة سهلة وبسيطة اول حاجة هنبدأ بمأدير الشربات عنده كوباية ونص مية وكوباية ونص سكر او واحدة فانيليا ونص عصرة لمونة وعندنا مأدير بتاعت سوابع زينب نص كوباية سميد كوباية دقيق مية دافية للعجل نص كوباية زين وعند معلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة خميرة فورية ونص معلقة صغيرة ملح اول حاجة هنبدأ بها هنعمل للشربات انا عندي حلق هاي هضيف المية وهضيف السكر هحصل نص عصرة اللمونة وهرفحم على النار انا حطيت الشربات على النار زي ما انتم شايفين وهسيب يغلي المدة تلت ساعة وبعدين نضيف لواحدة الفانيليا انا عايز القوام بتاع الشربات يكون تقيل بارد اهم الحاجة يكون تقيل ويكون بارد وهرجع لكم بنعمل مع بعض عجين السوابع زينب هضيف المكونات الجافة كلها مع بعض السميد والدقيق وهضيف الخميرة والملح والسكر وهقلبهم كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده هضيف الزيت وهقلبهم كلهم مع بعض انا عايزة كل حبة من الدقيق والسميد يتغلف بالزيت زي ما انتم شايفين اهو انا عايزة يبقى زي حبيبات الرمل اهو لو مش عاوزين تحط زيت استبدالوه بزبدة او او سمنة اللي انتم عايزينه انا غلفتي الدقيق والسميد زي ما انتم شايفين اهو قويس هضيف له الماء الدافية شوية بشوية اهو انا مش عايز العجينة تبقى نشفة معنا سوري انا عايز القوام بتاعها يبقى فيه لمسة كده بالقوام اللي انتم شايفينه ده اهو العجينة جهزت معنا زي ما انتم شايفين انا هسيبها ترتاح لمدة عشر دقايق انا عايزاها ترتاح مش عايزاها تخمر وبعدين ارجع لكم نكمل مع بعض الطريقة وارجعت لكم تاني بعد من عاجين ارتاحت لمدة عشر دقايق اهو زي ما انتم شايفين انا هقطحها معاكم انا هقطحها نزام كور صغيرة كده بتبقى قد الزتونة اهي ما تكبروش عن كده ما تكبروهاش عن كده علشان هي لسه هتفنش معنا في الزيت فخلوها بالحجم اللي انا هعملها كده اهو زي ما انتم شايفين انا قطعت الكمية كلها كل الكمية متسوي معنا هو زي ما انتم شايفين انا عندي البصامة بتاعت الكعب اكيد كلكم عارفينها لو مش متوفرة عندكم هتجيبوا النصفاية او او المبشرة هي هي هتبقى نفس الطريقة برضو اول حاجة هبدأ بيها هجيب حكة من العاجينة كده وهعملها صباع اهو زي ما انتم شايفين زي صباع الكفتة كده وهحطها على البصامة وفردها اهو ما تغطش عليها هجامد عشان بس ما تطلعش من الخروم بتاعت البصامة وهلفها كده زي ما انتم شايفين اهي اهي وبقيت معنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده هحطها في طبق زي ما انتم شايفين اهو اهو الشكل التاحة هفرد واحدة معاكم كمان اهو اول حاجة هعملها زي صباع الكفتة كده اهو واحطها على البصامة واضغط عليها ما اضغطش عليها جامد وانا وبلفها احاول اصبتها واقفل عليها كده اهو زي ما انتم شايفين اهي هعمل معاكم واحد كمان اهو هفردوا على البصامة اهو زي ما انتم شايفين وهيبقى معانا بنفس الشكل كده اهو انا هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وهارجع لكم تاني وارجعت لكم تاني بعد ما صبعت اه كل كمية الصباع زنب على البصامة اهو زي ما انتم شايفين خليكم معي انا عندي طاصة على النار بحطة فيها زيت الغزيرة زي ما انتم شايفين هستنى لحد ما الزيت يسخن معانا الزيت سخن معانا اهو انا عايزاي يسخن مش عايزاي يبقى مغلي هديك صوبة عايزين اهو زي ما انتم شايفين اهو زي ما انتم شايفين انا ضفت الكمية كلها ايه النطاصة بتاعت كبيرة وهنا الكمية مش عاملها كتير ولا حاجة انا عاملها قليلة زي ما انتم شايفينه انا مش معلية النار علي ولا موطية النار انا مخلي النار متوسطة عشان بس الصوبة عايزين اتستوه معانا من جوه ما تبقاش نية اهو زي ما انتم شايفين صوبة عايزين اتتاخد اللون معانا من تحت اهو زي ما انتم شايفين انا هقلبها انا شربت معي برد خالص اهو زي ما انتم شايفين انا هخرجها على الشربات اهم حدا الشربات يكون تقيل بارد اهم حدا يكون بارد انا خرج صوبة عايزينك الشربات زي ما انتم شايفين الشربات تقيل بارد اهو واقلبهم من تحت الفوق كده في الشربات اهو زي ما انتم شايفين اهم وبكده صوبة عايزينة بجهزة معانا انا هخرجوا على طبق التقديم وهرجع لكم اوريه للكم وارجعت لكم تاني بعد ما صوبة عايزينة بجهزة معانا زي ما حضراتكم شايفين اهي ما ارمشها من بره وطريق من جوه اهو زي ما انتم شايفين جربوها هتعجبكم والله وشايفين كوباية الدقيق ونص كوباية السميد عاملت كمية الدقيق قدامنا اهو لو اعجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تدوس على لايك وشير وصاب اسكرايب واشتركوا في القناة عشان نوصل لكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة